كل شيء يجري على مضض في جو من الشك والريبة وتزايد الشرخ في المنظومة الحاكمة في العراق وكأن الانتخابات الأخيرة هي بداية مرحلة جديدة من عمر العملية السياسية الصدر الذي زاهد في السلطة قبل الانتخابات كما صور نفسه يريد أن يكون الرجل الأول عبر توليفته المسمى حكومة الأغلبية يواجه الآن صعوبة في التفاهم مع شركائه في اللعبة الإطار التنسيقي فجوهر الخلاف وإن كان يدور حول الفلك الإيراني إلا أنه يتركز حول شكل الحكومة القادمة حيث أن التطورات الإقليمية والمحلية أفرزت رؤى جديدة في كيفية الموازنة بين التبعية لإيران وتخفيف الاحتقان الشعبي وتجنب تبعات العقوبات التي تطال إيران من هذه النقطة يحاول مقتدى الصدر إيهام الشارع بالتغيير عبر ما دعاها حكومة الأغلبية في الطرف المقابل الإطار التنسيقي غير مستعد على ما يبدو لتقديم أي تنازلات تضر بأجنحته الميليشيوية التي عمدت إلى المصادمات الأمنية وهددت بتفجير الأوضاع فأصبحت لهجتها تنذر بسيناريو شبيه بما حصل بعد عام 2006 عند تفجير المرقدين في سامراء فمنذ بدء أزمة ما بعد الانتخابات لا يكاد يخلو تصريح لقادة الأحزاب من مصطلح السلم الأهلي وهي طريقة تعبر عن عقلية هذه الأحزاب التي تربط مصيرها بمصير البلاد وتقحم الشعب العراقي المقاطع للانتخابات في دوامة الصراع الحزبي العملية السياسية بعد قرابة عقدين لم تعد تمتلك النفس الطويل لترقي التشققات الحاصلة في عباءتها لكنها لا تريد المخاطرة بمسارها الذي يضمن لها البقاء وفي الحالتين تعد نكبة على الشعب العراقي فالساسة عندما يتوافقون يتفقون على الفساد ونهب الثروات وعندما يختلفون يلجأون إلى تفجير الشارع